حدثني وكيع حدثنا قرة عن حميدي بن هلال العدوي عن رجل منهم يقال له خالد بن عمير فقال أبو نعامة سمعته من خالد بن عمير قال خطبنا عطبة بن غزوان قال أبو نعامة على المنبر ولم يقله قرة فقال ألا إن الدنيا قد آذنت بصرمين وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وأنتم في دار منتقلون عنها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فلقد رأيتني سبعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ما حدث به هذا الحديث غير وكيعا يعني أنه غريب حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميدي بن هلال عن رجل قال أيوب أراه خالد بن عمير قال سمعت عطبة بن غزوان يخطب فذكر الحديث قال ولقد رأيتني سبعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الشجر أو قال ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا قال أبي أبو نعامته هذا عمرو بن عيسى وأبو نعامة الصعدي آخر أقدم من هذا وهذا أكبر من ذاك حثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيسي بن عاصمين أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ترجمة نانسي قنقر